السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم قصتي اليوم يعني قصة غريبة وتدخل في أرياف تونس القصة هذه حصلت عام 2009 وبالتحديد في ريف تونس منطقة نائية اسمها زالبة تتابع حق سيدي علوان في المهدية كانت في عائلة مكونة من رجل مع زوجته هذا الرجل اسمه أحمد متزوج من زهرة عندهم خمسة عيال في المقابل عنده أخو اسمه مراد متزوج من أخت زهرة اسمها زينب لكن مراد وزينب ما جابوا أعيال نهائيا هذه لي العائلة كانوا يعني طبيعيين يجلسون من الصباح ويروحون يرعون الغنم والبقر وكذلك يزرعون في الفلاحة هذه المنطقة مشتهرة كثير بشجر اللوز والزيتون وكانوا يعني أنتوا تعرفون حياة الفلاحين من الصباح إلى حد الليل المغرب يسكروا عليهم البيبان في هذه الأثناء صحت زهرة على فقدان زوجها أحمد وظلت تبحث وتدور فيه في كل مكان وفي كل مزرعة من الريف اللي حواليهم دون فايدة ما شافت لأثر زهرة تواصلت مع أخه أحمد وقالت له الله يخليك دور على زوجي هذا الحين يعني بيجي المغرب وهو ممعود أنه يتأخر دائما يحرث الأرض ويزرع حوالينا فأخه أحمد قال لها أنا ما لي دخل فيه وأنا صراحة في مشكلة بيني وبينه ولا علي منكم وسكر السماعة في وجهها قامت زهرة وبعد يعني ما استمر البحث عن زوجها ما شافت يعني ما خبط رجله فقامت واتصلت على ولد أخه زوجها وقالت له كلم أبوك الله يخليك ترى يعني أنا أتكلم بشكل جدي عمك ما جاء إلى الآن للبيت وأنا قاعدة أدور له وأبحث عنه وأنا أمرأة عندي عيال أبي أرعاهم أبي أهتم فيهم ما أكلنا ولا شيء ولا حطينا في ثمنا لقمة عشان نبحث عن عمك أحمد قال لها خلاص أنا بتفاهم مي أبوي راح هنا الولد وكلم أبوه أنه فعلا الأمر جاد والأمر هام ولازم يدورون عن أحمد قام هنا العم واتصل على زوجة أحمد زهرة صحيح الخبر ولا تمزحين قالت أنا ما أتكلم عن عبت وأنا عارفة أنك يعني مشغول أيضا في الزراعة والرعي والحرث وغيرها ما راح أجي أشغل وقتك بشي مزح أخوك ما جاء للآن وأنا يعني معودة أنه ألقاك اليوم يجي يتغدى يتروش من بعد الزراعة يجلس يوم معياله وهو ما جاء وله معود أبدا أنه يطلع من البيت ويغيب هذه الفترة وحتى لو طلع وغاب يجي قال لها لا تخافين ولا تقلقين ممكن راح عند أحد في أحد القهاوي ولا عنده شغلة مهمة قال لها ببحث عنه أنا ويا ولدي ومن بعدها راح نجيك ونقول لك إن شاء الله نحنا لقينا قام هنا العم مع ولده يبحثون المنطقة يبحثون حواليها حتى راحوا للمدينة الرئيسية يبحثون ينخلونها نخل ما لاقوا أبدا أي خبر عن أحمد أصلا ما حد شافه في ذاك اليوم حتى إنهم نبشوا في كل شبر في هذه القرية والمقاهي والمطاعم فصم الحذاب أحمد أصلا طوال هذا اليوم من الصباح الباكر ما حد أبدا شافه فهنا العم شنو يقول حق زوجة أخو يخاف يروع عيال أخوه يخاف يعني يضايقهم قال ما في إلا إني أروح أطيب خاطرهم وإن شاء الله يلاقونا راح مع ولده إلى بيت زهرة جلسوا إياهم وبدأ هنا يلاطف بالكلام يقول لها أنت يعني إنسانة صابرة فبالتالي ممكن يرجع بكرة عقب بكرة أكيد بما أنه يعني ما حد شافه طلع ممكن عنده شغلة مهمة قالت لا والله ما عمرة طلع ولا عمرة راح بعيد نهائيا أنا أعرفها ومتأكدة من الكلام اللي قلت لك أصلا من وين للفلوس أنت شايف حالتنا وعياله أصلا كلهم ما حطوا في ثمهم لقمة ينتظرون أبوهم فقام العم هنا وجبر عيال أخوه أنهم يأكلون وأنهم يستريحون وينامون الحين وصل الوقت إلى الساعة تقريبا 11 بالليل لما يعني هدأ خاطرهم وسلم على مرتخوه بيودعها كان مع ولده طبعا جاي ما سك الباب يطلع إلا التفت عليها قال خلني أسألها السؤال قال لها زهرة أنت دورتي حواليك دورتي ممكن يعني مغمى عليه فاق أو طايح عليه شيء ممكن حوالي المزرعة حقتكم أو حوالي البيت قالت لا والله ما دورت لأنا شفتني على طول لما فقدت اتصلت عليك وانت المفترض أنك تدور عليه يعني قدام البيت أو حواليك قام هنا العم وقال حق ولده خلاص يا ولدي خلنا الآن نبحث عنه أول شيء في البيت ممكن في دورة المياه ممكن في السطح ممكن شيء ومن بعدها ندور حواليه في المزارع وفعلا قاموا في نص الليل يدورون في البيت ما لقوا له أي أثر ومن بعدها نزلوا وقعدوا يبحثون حوالي المزرعة بعدوا شوي شوي إلى أن وصلوا مسافة 150 متر بالضبط وين؟ بالضبط في بير هذا البير أصلا متروك ومهجور من زمن لكن فيه موية راكدة ما يستعملون هالناس لأن وصلتهم الموية من الحكومة فبالتالي هذا العين أو هذا البير كان موجود عليه جسد الرجل زوج زهرة اللي هو أحمد وهو جتة هامدة ملقة على بطنه يعني وجهه مقابل الموية وطافي على البير فزع هنا الولد وقال تعال يبا شوف المنظر جال أب اللي هو أخو أحمد وشاف منظر أخوه بدأ يفزع ويصرخ ويصيح ويبكي على أخوه على منظره إنه خلاص يعني بما أنه طافح أكيد متوفي وأيضا شاف دم حوالي راسه فقام هنا على طول وبلغوا الشرطة الشرطة أول ما جت شافت فيه دم ورسلت على الإسعاف الإسعاف أيضا بالمعاينة الأولية أثبتوا إن هذا الرجل متوفي تقريبا من يوم فقاموا هنا على طول جابوا الطب الشرعي أخذوا جسد أحمد إلى المشرحة وكذلك طوقت المكان الشرطة وبينما هي كذلك تبحث إذا في شيء يوصلهم للجاني أو إنه ممكن حادثة طح على يعني عتبة أو الحواف حق البير ومنها نزف من راسه أولا كانت فرضيتهم إنها يعني طيحة بدون قصد طيحة عشوائية خصوصا إحنا نعرف في الأرياف دائما تحصل يعني هذه الضربات القوية سواء من شجرة سواء من يعني حواف أو حاجة أو ضربة شمسة وغيرها فهنا استدعوا أيضا الأدلة الجنائية والأدلة الجنائية قامت بواجبها تبحث وتنبش عن أي مكان في مسرح الحادث لقت الأدلة الجنائية بقعدم قبل وصولها لحفة البير معناها إن هذا الرجل مستحيل توفى عن طريق حفة البير لأنه الدم واصل مثل ما قلت لكم من قبل نقاط دم لا تكاد ترى بالعين المجردة وأيضا أثناء البحث الحمد لله إنهم لقوا أدات الحادث الأداء هذه إذا لقوها الأدلة الجنائية في أي حادثة أو في أي جريمة خلاص توصلهم لتحليل القضية بسهولة وبسلاسة لقوا الأداء الأداء عبارة عن غصن زيتون شفتوا الغصن أو العصا جدا دقيقة لكنها قوية لقوها وبعد الفحص عليها أيضا لقوا آثار بقع دم لا تكاد ترى أيضا بالعين أخذوها هذه الأداء يفحصونها بشكل تفصيلي في المختبر وهنا عرفت زهرة إن زوجها أكيد لا محالة مقتول وليس متوفي بعد الطب الشرعي أكد إن هذا الرجل مضروب عدة ضربات على قمة راسه وليس عن طريق الجبهم وإحنا قلنا إن هذا الرجل إذا كانت الضربة عشوائية أو عفوية من ناحية حفة البير وهو مكبوب على وجهه أكيد الضربة بتجي براسه من المقدمة أو من الجبهة قدام العيون لأنه يعني متكي على وجهه في الماء لكن الطب الشرعي شافت عكس هذا شلون شافت إن الضربات جايتها من قمة راسه من الخلف فبالتالي في أحد ضار بنه وأحد كوب بنه على مية البير هذا أولا ثانيا الأدلة الجنائية لما دققت تبي تحلل العصة هذه عصة الزيتون شافت إن فيه فعلا دم هذا الدم لما حلله يعود حق الرجل المتوفي أحمد بينما العصة فيها بصمات غريبة قاموا يعينون البصمات بكل قرائب ومعارف أحمد ومن ضمنهم زوجته وعياله أول ناس وكذلك أخوه ولده اللي بلغوا الشرطة أبدا ما في أي توافق في البصمات فهنا راحوا إلى زينب أختها أخت زهرة أيضا زينب ما شافوا أي توافق في البصمات راحوا هنا حق واحد اسمه كمال هذا كمال يصير أخو زينب وزهرة بعد مطابقة بصماته لقوا إن بصمات كمال مطابقة تماما بنسبة 100% للبصمات اللي كانت موجودة على عصة الزيتون إذن كمال أنت متهم والمشتبه فيك الرئيسي في هذه القضية أخذه ويلا اعترف وتكلم قال والله أنا مو الوحدي أنا وياي خواتي الثنتين مين خواتك الثنتين؟ زهرة وكذلك زينب شلون؟ قال لهم أنا بقول لكم القصة بالتفصيل زينب مو قلنا إحنا إن متزوجة أخو أحمد اسمه عماد عماد هذا مموجود في تونس يشتغل في إيطاليا طبعا أغلب التوانسة يهاجرون إلى أقرب منطقة فيها مصدر رزق اللي هي إيطاليا لأن بينها وبينهم مسافة بحر جدا مبعيدة كثير فهنا أخوه هاجر إلى إيطاليا عشان يدور على رزق الحلال يشتغل ليل ونهار ويجي في المناسبات والأعياد مرتين كل سنة إلى بلده في تونس وكذلك يم زوجته زينب مثل ما قلت لكم زينب ما عندها عيال فبالتالي عايشة وكأنها عزابية طوال السنة مين يشوفها؟ يشوفها أحمد مين أحمد؟ زوج زهرة يعني تصير إيهي زوجة أخوه وفي المقابل أخت زوجتها فكان دائما يتغزل فيها وكان دائما يحاول يتحرش فيها ويقول لها كلام يعني مخل الآداب ومو حلو إنها تسمعه من رجل وخصوصا إنه أخو زوجها كلام مخل فهنا بدت تشتكي تروح حق مين حق أختها زهرة وتقول لها ترى زوجك يقول لها الكلام ويتحرش فيني ويعمل كذا ويسوي كذا قالت لها أختها خلي ولي ما عليك منه أختها تبي تنستر عندها خمس عيال من هذا الرجل وأيضا قالت لها والله يمكن يختي يا زينب أنت زوجك بعد بعيد عنك وانت لوحدك هنا في المزرعة يعني ممكن أنك تحاولين تتوددين حق زوجي عشان يعني ما تصيرين لوحدك فقامت هنا زينب فقدت الأمل من أختها زهرة كم مرة تقول لها دون فايدة وإحنا نعرف الأحياء الريفية يخافون على حياتهم الزوجية أنها تندثر أو تنهدم بأي لحظة تمادى هذا الرجل ما شاف شي يردعه وخصوصا إن زينب بدت تسكت لأن أختها مثل ما قلت لكم ما لها أي راي ولا لها أي كلمة وبدت تزعل وتغضب منها كأنها ما تبي منها أي كلام مرت الأيام وهي على نفس الوضع زينب تضايق كل ما شاف هي تباسم يتغزل يغمز بعينها ومر رمسك طرف ثوبها يحاول يجرها للداخل بروحها فخلاص بدت يعني ما تطلع من البيت ولت قابلة نهائيا لكن يقولون للصبر حدود ولأن زينب أصلا إنسانة يعني ما تحبها الأمور هذه ولأنها مخلصة لزوجها وأصلا ما تكن مشاعر حق هذا الرجل فبالتالي يوم من الأيام شافها أحمد تلاقوا إياها في المزرعة ما أحد حواليهم فجقل لها شوفي أنا مشغول اليوم لكنها جهزي حالك وضبطي نفسك وتمكيجي على سنقة عشرة راح أسليك اليوم وضبطك وخليك تستانسين وتنبسطين قعدت تطالع فيه قالت لا أنت ما تستحي قال لها لا ما أستحي يا حلو يا وردأ يا قمر فقامت هي طارت تركض للبيت قامت تصيح قالت أنا الحين وحيدة طبعا نسيت ما أقول لكم أن بيت زينب قريب جدا من بيت أختها زهرة وكذلك البيوت اللي في هذه القرية مبعيدة يعني أمتار بسيطة عن بعضهم فبالتالي تخاف على نفسها تروح في بيتها تقفل البيبان وتقفل الشبابيك ما عندها عيال ما عندها أحد تحتمي فيه وهذا يعني قايل لها أن بيجيها الليلة فخافت على نفسها وخافت على وضعها هي يعني لا حولها لها ولا قوة وزوجها بعيد عنها ولا تقدر تتصل عليه يعني الاتصالات قال يا فقامت وراحت عند مين عند سندها اللي هو أخوها كمال راحت لتركض وين بيتها كمال بيتها قريب من بيتهم أمتار بسيطة ضقت عليه الباب وهي تصيح وحالتها حالة وخايفة وتنتفض قال لها شنو فيك قالت لها الله يخليك خلني الليلة أنام عندك طبعا كمال ما عنده أحد في البيت متوفية زوجتها تقريبا من عام 2003 فبالتالي قال لها طيب ليش بتنامين عندي أنتي ما تحبين يعني تنامين بيوت أحد أنتي تحبين الاستقلالية قالت لها أرجوك بس اليوم ومن بعدها بنام في بيتنا قال لها ليش أنتي شنو صاير معاك ليش خايفة طالعتها هي ودموحها تنهمر أربع أربع قالت لها الله يخليك ما بي أقول ما بي أسبب مشاكل بس والله خايفة قال لها تكلمة يقولي شنو فيه قالت أحمد هذا كل يوم يتحرش فيني كل يوم يسوي حرقات رايحة وجاية وأنا خلاص تعبت منه وتعبت من أساليب الوصخة وزوجتها كل مرة أقول لها زهرة مجاية عدلة ولا جاية واجهة فقال لها كمال يعني يتحرش فيك وأنا أخوك موجود وأنا سندك معقولة هذا وصلت فيه الدناء إنه يستغل غياب أخو ويسوي هذه الحركة مجاية يدخل في مخي ترى يعني شلون أخ يسوي كده في مرتخو لا خلاص أنا راح أتصرف وياه شنو قال لك أخو آخر مرة قالت لا والله قال لي أني أنتظره في البيت عشان بيجيني وقال لي جهزي حالك على سنقة عشرة قال لها تعالي البيت وجهزي حالك فعلا وانا وياك بننتظره رحت فعلا البيتها وتجهزت وتضبطت وجلست تنتظر مين تنتظر أحمد ساعة ساعتين ثلاث ما جاء أحمد فبالتالي ممكن أن يسخر هالأحمد قال لها طيب ما جاء هذا أحمد قالت والله هذا كلام اللي قال لي وأنا جيت وخفت وقلت باجلس معاك الليلة بقيم وياك في البيت قال لها خلاص ننتظر بعد نص ساعة زيادة بعد النص ساعة ما جاء أحمد قال أخذ أخته زينب وراحوا البيت أختهم زهرة وبدوا هنا يتغبون ورا أحد الأشجار لمقابلة بيت أحمد فقعدوا يناظرون ويطالعون إذا أحد بيطلع من البيت أو إذا أحمد موجود يبي ينتقم يبي ينتقم اللي هو كمان على عرض وشرف أخته مموجود زوجها إذن أنا أخوها السند قام هنا لما شاف هذا أحمد طلع من البيت أحمد استغر بصلا بيطفي النور عشان ينام إلا شاف كأنه ضلال تحوم ورا الشجرة قرب قال مين هناك مين متغبي ورا الشجرة إلا طلع له كمان وهذيك بعدها متغبية زينب ما طلعت قال لها انت شنو قايل لاختي اليوم قال أي أخت قال لها زينب قايل لها كلام رايح جاي أنت ما تستحي ما عندك شرف جاي تكلم أختي بكلام يعني غير أخلاقي وما عندك أدب ما تعرف تقيم كلامك شلون تتحرش في أختي أنت ما تستحي قال لا أختك كذابة ولا حصل هذا الكلام ولا قت لها حاجة يلا روح أنا بنام ويقوم لكم كمال من شدة غضبة ويعطي كث حق مين حق أحمد أحمد من قوة الكث قاعد يصارخ عليه ويتهاوش قام هنا كمال وياخذ عصى قدامه كانت هذه العصى هي عصى الزيتون أخذها وراح وضرب على قمة راسه طاح حين مغشي عليه اللي هو أحمد هذا كله ما حد شايفنا إلا زينب وكذلك كمال لما طاح أغمى عليه شافه بعده يتنفس قال حين انصحه بيسوي الدنيا وبيشتكي عليه فقام وجره إلى وين إلى البيت في القراج دخله قراج بيتهم بيت أحمد ويلا ويقوم لكم يكمل عليه بعصى الزيتون نفسها اللي أخذها من قدام بيت أحمد وضرب ضرب ضرب فيه لما فارقت روح الحياة قامت هنا تصيح وتبكي زينب وقالت لأنا السبب أنا المسؤولة اللي خليتك تسوي كده في هذا الرجل ما نبي القصة تكبر لكن شا سوي هذا تمادة ليش ما ضبط عصابك انت الحين دخلتنا في جريمة قال لها بما أنه خلاص صار الأمر لازم نتخلص من الجسد ولازم تتساعدي معاي قالت أنا تساعد وياك قال لها مو انتي اللي فتنتي انتي اللي جيتيني وحميتي دمي قالت لها طيب شلون قال لها بسرعة روحي جيبي مرقد او يعني شفتوا هذا اللي حطونا على السرير احنا نسميه مرقد او دوشق جيبي المرقد جريه وجيبيه هنا ونحط جسد هذا الرجل على المرقد وبعدين اقول لك شلون نتصرف قالت لها بس يا كمال هذا ثقيل وانا ماقدر اشيلها انا بنيتي ضعيفة قال لها اذا تروحي تزعقين او تنادين حق اختك زهرة الحين الحين قامت وهي تصرخ وهي منهارة ومفجوعة من المنظر اللي شافتها الى بيت اختها زهرة تطق تطق الباب قوه بسرعة لما اختها زهرة فتحت الباب قلت خير خير شنو فيها زينب قالت لها بسرعة تعالي وياي امر ضروري قامت هنا زهرة وراحت وياها تركض ما تدري شنو فيه الا توديها في قراج بيت كمال اول ما دخلت شافت المنظر اللي يقشعر له البدن شافت زوجها ممدد ينزف بدمه من راسه وواقف عليه اللي هو اخوها كمال وقامت هنا اول ما شافت المنظر صرخة صرخة ومن بعدها لطمها على ثمها اخوها كمال وقال لها بس لا تفضحين قدام الجيران خلاص الامر صار يلا الان نتخلص من الجسد الحين الحين ولا والله هني اسويك مثلا وامددك قدامه فقامت هي وهي يعني تصيح وتبكي اخذوا جسد هذا الرجل احمد وحطوه على المرقد اللي جابوه ومن بعدها جروا المرقد الى 150 متر مثل ما قلنا عن البيت هنا كبير مثل ما قلنا مهجور وعلى طول كبوا هذا الرجل على وجهه في هذا البير ومن بعدها قال لهم يلا نتخلص من كل الادوات وكل الاغراض اللي اتلطخت بالدم قام اخذ ملابسه خلعها وبدلها لانها كلها مملوئة بالدم وراحوا حرقها كامل ومن بعدها قامت زهرة وزينب واخذوا الدوشق او المرقد وايضا حرقوه بشكل كامل ونظفه والمكان والقراج ومسرح الحادث كل شيء تمام تمام قال لهم خلاص خلاص يلا الان انتي تقومين بالتمثيلية يا زهرة عن فقدان زوجك لا منشاف ولا مندرة ونسويها على انه مفقود وفي الاخير وهو طايح في البير نسى شيء مهم اللي هي اداة الجريمة ومن بعدها فعلا سوت التمثيلية زهرة واتصلت على ولد اخو زوجها واخو زوجها جمع ولده وبحثه وبلغوا الشرطة وشافوا الحادثة ومنها اداة الحادث اللي هي عصى الزيتون الحين الحادثة كاملة مكتملة الاركان والقضية لابستنهم ما في مجال يعني انهم يطلعون منها التفتت علي زهرة وقالت لا انت السبب انت اللي خليتنا ندخل في هذا المكان والحين انا متأكدة ما رح نطلع منها ان شاء الله بس يعني ما نكون حكم اعدام وبينما هي تتكلم وياه طبعا اهم حطهم في التوقيف خلص اعترافاته هذا الرجل والتوقيف ما في احد موجود غير الحارس الضابط اللي موجود يحرسهم فقعد يقول لها انت ما تفهمين والله بطلعك منها مثل الشعر من العجينة مثل ما طلعت نفسي لما ذبحت زوجتي زبيدة قالت لا نشوف احنا بعدين اذا بتطلعنا ولا لا الضابط هنا الحارس سمع كلامهم بالتفصيل وقام يركض قال حق المحقق المحقق جابهم مرة ثانية تكلم قول شنو سويت في زبيدة زوجتك عام 2003 لما بحث عن ملفها شافوا انها فعلا متوفية هذه المرأة بسبب دعست بقرة دعست عليها اثناء ما قانت ايه تحلبها دعستها اكثر من رفسها برجولها على راس زبيدة وهذا اثبت ايضا الطب الشرعي شافها زوجها في الحوش مع البقرة اللي كانت تدعسها فجابه اتكلم قول شنو سويت في زوجتك قال لهم والله انا مالي دخل زوجتي دعستها البقرة وماتت وهذا اللي اثبت الطب الشرعي قالوا لها صحيح لكن انت قلت كلام ثاني البارح احنا نبي نسمع كلامك اللي البارح شنو سويت في زوجتك بعد ما لاحقوا بالاتهامات انهار واعترف قال انا اتعامل مع زوجتي زبيدة مثل سي السيد واضغط عليها انها تطاوعني وتعمل كل الاوامر اللي ابيها منها بالطيب بالغصب كانت تهتم في البيت تهتم بالمزرعة تهتم بالحوش البقر والحيوانات وتحلب وتسلخ وتسوي كل شي على راسها وانا جالس مرتاح اقوم بعدين ابيع الاغراض من يعني انتاج الارض او انتاج الحيوانات مثل الحليب الماعز او غيرها وخل زوجتي زبيدة تخل في ثغرة من الثغرات هذولة يعني تهمل شيء اقوم عليها الدنيا وهي تعرف اني اذبح اذبح فيوم من الايام جلست رحت على طول تحلب البقرة ما سوتلي الفطور نجنجنوني ورحت اركض ادورها وينك يا مرة قالتلي انا في الحش شتسوين احلب البقرة ليش ما سويتلي فطوري قالت لا نام شوفني شلون مشغولة قاعدة احلب البقرة اعمل فطورك الوحدك انا اعمل فطوري الوحدي من متى صار لك لسان ومن متى نطقتي بهذا الكلام قومي الان اتركي مكانك وسويلي الفطور احسن لك قالت لا طيب من بي يحلب البقرة قال انتي انتي تحلبينها وانتي تسوين الفطور قالت هي طيب خلني اخلص لما اكمل حلاب من هذه البقرة قال بعد اترادديني وتقوليلي انتظر وياخد قداما احنا نسميه في الخليجي عسو اللي هي المكنسة اللي تكنس بالسعف النخيل قام واخذ ويلا هبد 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 على راسها تطيح لكم المرة صريعة ميتة نزيف داخلي في راسها على طول بغي يحركها شوفها ماتت قال الحمد الله افتكيت منها راح دخل سوالة فطور وشرب القهوة وعاين من الله خير ومن بعدها دخن زيقارتين وراح للشرطة وبلغ انه شوف زوجته ميتة اثناء وجودها في الحوش فعلا جات الشرطة اخذت الجسد ودوا للطب الشرعي الطب الشرعي اكد انه وفاتها بسبب عدة ضربات قوية على راسها شنو سبب هذه الضربات ما هم عارفين يعني من وين واحتمال انها تكون دعسة انها لبقرة وفعلا قيدت انها متوفاة من قبل اللي هي دعسة البقرة وليس تدخل انسان فيها لكن بسبب غباءة وحب انه يزبخ بالكلام ويطمن خواته انه بيطلعون منها في الاخير وقع لسانة في مصيبة ادهو امر الاتهامات موجودة الان اصبح اوهو كمال متهم بقضيتين قضية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد حق زوجتا زبيدة عام 2003 وقضية القتل حق اللي هو احمد حولوهم الى المحاكمة انحكم احمد في قضية زبيدة زوجته اللي عام 2003 بالاعدام وانحكم في القضية الثانية قضية زوج اخته احمد بالمؤبد يعني لا يمكن يطلع منها وحنا نعرف في تونس ما فيه اعدام متوقف نهائيا وحكم على خواته الثنتين زهرة وزينب بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركتهم في اخفاء وطمس معالم الحادث وهذا بالضغط وبالجبر وليس بالاختيار والرضا للأسف وده نفسه وده خواته في التهلكة طبعا من عام 2009 الى الان اكيد طلعوا خواته من السجن وشافوا حياتهم لكن يتظل عليهم بصمة العار تلاحقهم واعتقد ان عماد طلق زوجت هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو